منتخب مصر اللي فاز امبارح على جنوب السودان بنتيجة 3-0 مباراة كانت ودية تلعبت في استاذ قاهرة الدولي طبعا في ختام معسكر الفراعنة خلال شهر يونيو سجل الهدف الاول مصطفى فتحي في ديارة 18 بعد تمريره من كهربا وفي ديارة 44 مرر تريزيجي كورا لكهربا فسجل الهدف التاني وسجل تريزيجي نفسه تالت الاهداف بعد تصويبه من حسين الشحات بكده اصبح فيتوريا هو صاحب افضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000 بعد ما حقق سبع انتصارات متتالية متفوقا بذلك على الارجنتيني هكتر كوبر لو فكرين اللي حقق خمس انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة فيتوريا كان تعاقد مع اتحاد الكرة لمدة اربع سنوات الكلام ده حصل في يوليو الماضي يعني من ثمان شهور خاض خلالهم سبع مباريات فقط من بينهم اربع مباريات ودية وثلاثة لقاءات رسمية فاس خلالها في جميع المواجهات سجل 19 هدف ودخل مرمى هدفين فقط لغير كلام جميل